أنت بتتعاملي مع الله سبحانه وتعالى يا أستاذة جميلة أنت ما عملت الخير ده في إخواتك أو أريبك أو أهلك أنت عملت ده ابتغاء مرضات الله ولا ابتغاء مرضاتهم هم والله والله لو عملت ده ابتغاء مرضات الله ربنا حيكريمك في الدنيا وفي الآخر فدايماً أي عمل بتعمليه قصدي به وجه الله سبحانه وتعالى دايماً أي عمل بنعمله نعمل نقصد به وجه الله هو ده اللي علمهنا القرآن العظيم يا جماعة لما ربنا قدنا في القرآن وابتغي فيما أتاك الله الدارة الآخرة يعني إيه؟ يعني معنى الآية إيه؟ يعني كل عمل بتعمله واخصد به وجه الله الزوجة بتعمل جزء كوباية شاي واجيبها أو بتجهزه الفطار أو الغادة واجيبها لكنه هي بتحمل الأكل لو بتحتسب بتقول يا رب أنا بعمل الشاي ده بتغاء مرضاتك عشانك تاخد ثوابين شوف الإسلام عظيم إزاي؟ تاخد ثوابين ثواب العمل وثواب الاحتساب عشان من أجل ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الثانية اللي بقولها للأستاذة الجميلة بتقولك خلاص زهقت من قريبة مش عايزة تعامل مع أحد لا تقطعي رحمك لابد أن تصلي رحمك هو ده اللي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ربنا قال لنا فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله خدوا بالكم اللي بيقطع رحمه اللي ببيسألش على قريبه كلام واضح جدا أولئك الذين إيه لعنهم الله يعني يبقوا زي إبليس عليه لعنة الله المطروض وملعون من رحمة الله المطروض وملعون من الله سبحانه وتعالى فما ينفعش أن احنا يا أستاذة جميلة نقاطع أهلنا حتى لو هم أساءوا إلينا نحسن نحن إليهم لأننا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى